شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في حفل تخريج الدفعة الثالثة للشركات التابعة لشركة برينك والذي أقيم برعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد كمال بن أحمد وذلك بمشاركة أكثر من 200 شركة ناشية على المستوى العالمي والتي تعمل في مجال الانترنت والأجهزة الذكية حيث أبدأ عجابه بمستوى التطبيقات والمشاريع التي تم عرضها وخلال الحفل أشهد سعادة الوزير بالتطور الكبير والعالمي للشركات الناشئة التي أصبحت محطة اهتمام الاقتصاديين والمستثمرين العالميين والتي باتت تعمل في كفة المجالات وأن البحرين تسعى دائما إلى دفع الشركات الناشئة التي أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في بناء المنظومة الاقتصادية ومحركا أساسيا للاقتصاد بما تملكه من مقاومات النمو وتطور وفرص الدعم والانتشار وأشار الزياني إلى أن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة كتوفير خدمات احتضان وتسريع الأعمال حيث تم الترخيص لإحدى وعشرين حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها أكثر من ستمائة مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى ذلك تم تتشين مركز صادرات البحرين بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة البحرين كشريك تجاري عالمي